في كتاب الله جل وعلا كراها 71 مرة يصرف الله عز وجل عنك كل عين معجبة وكل عين حاسدة ويرد الله عز وجل عنك السحر ويرد الله عز وجل عنك السوء قال عنا الحسن البصري عجبت لمن أصاب بالسحر والحسن كيف غفل عن هذه الآية أول حاجة عايزك أنك أنت تركز معه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشخاص ممكن ربما أن الأمور بتاعتهم تتعطر في التجارة وتتعطر في الحياة فيبص إلى أن أي موضوع أنت متقدم ليه تلاقي أن الدنيا ماشية عكس ما أنت عايز بالزبط فلو رحت تتقدم لفتاة وخلاص دخلت بيت أهله والبنت أنت عجبت بها ترفضك ولو أنت ما عجبتش بها توافق عليك فتبص تلاقي الحيرة اللي أنت موجود فيها ديت ده سبب السحر يا أستاذ الكريم لو أنت مثلا موضوعك مع زوجك أن فيه نفور وشد وجزر ما فيش بينكم وبين بعض أي توافق نهائيا حتى أنتم لما تكونوا معاديين مع بعض وتبصوا تلاقي أن فيه كتمة وتقلع على صدركم ده أيضا عبارة عن حسد فالآية دي إن شار رحمن تعالج الأمر ده بعض النساء ممكن تكوني مثلا ما عندكيش أي مشكلة طبية نهائيا لا من قريب ولا من بعيد وتروح الدكتور واثنين وثلاثة وتروح كذلك لدكتور واثنين وثلاثة تراجع عند الدكاترة دولة تشوف أي المشكلة اللي بتمنع بينك وبين الحمل وتبصوا تلاقي أيضا ما انتش عارف تصل لأي نتيجة ولا عارف تصل لأي قرار طبعا المشكلة دي تسببها شيء واحد فقط عايزك إنك أنت تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عارف إيه سببها؟ ممكن يكون سببها الحسد أو سببها السحر والآية اللي معنا بتقضي على هذه الظاهرة إن من السحر والحسد وعلى سبيل المثال لو حياتها كلها من الغبطة وتبصوا تلاقي إن فيه انتكاسات وضيق في الصدر الناس اللي بتعاني من الألام في الرأس بسبب الصداع وسبب الشقيقة ربما أن يكون اللي موجود عندكم عين فلو مشينا على البرنامج ده حنلاقي شفاء رباني من الله جل وعلا فربنا سبحانه وتعالى حيصخر ليك من يخرجك من هذه الأضراف فالله عز وجل هو الكريم وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول فما ظنكم برب العالمين يقول له أن أحد موقنا بالله جل وعلا وقرأ آخر آيتين من سورة المؤمنين على جبل وأراد أن يزيلوا من مكانه لزال هذا الجبل فأنا أعزك أنك أنت يكون عندك يقين بالله جل وعلا ويكون عندك حسبان لله جل وعلا ويكون عندك إرادة أن الله عز وجل هو الشافي وأن الله عز وجل هو المنعم عليك وأن الله عز وجل يدفع عنك كل سوء ويدفع عنك كل ذر فأنا أعزك آخر كلمة تتأمن معي في القصة البسيطة لأنه عن الهلك ديت قبل أن أذكر لك الآية موسى بن عمران رضي الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أسكى الصلاة والسلام اشتكى من ألم موجود في معدته فشكر الله جل وعلا أنه عندي ألم شديدة جدا في معدته فأوحى الله عز وجل لموسى بن عمران قال له يا موسى اذهب إلى المكان كذا في مفازة كذا ستجد فيها عشبة فاخد هذه العشبة واستعملها فتبرأ بها بإذني فذهب موسى بن عمران لهذه المفازة فوجد موسى بن عمران هذه العشبة فلما وجد موسى بن عمران هذه العشبة خاته استعملها فذهب عنه المغص اللي كان موجود في بطنه فرضي ليه المغص مرة تانية فرح يكرر هذه الفعلة فاشتد عليه المغص أكثر وأكثر فتضرع لله جل وعلا وشكله فقال الكريم سبحانه وتعالى سبحان الله سبحان الله قال له يا موسى أما علمت أن هذه الدنيا كلها صمت وأنا ثرياقها في المرة الأولى لما ذهبت بإذني جعل فيها الشفاء مني وفي المرة الثانية ذهبت بنفسك فلا يس فيها أي شفاء وليس فيها أي فائدة فكل شيء لما تلجئه لله جل وعلا وتتضرح فيه لله جل وعلا ويكون عندك يقين بالله جل وعلا فسق أن الله عز وجل يصرف عنك هذا السوء ويصرف عنك هذا الضور مش بس كده ربنا هيحميك هيخرجك من كل المصايد اللي انت فيها هيخرجك من المشاكل اللي انت بتعاني منها الصعوبات والمشاكل والقربات اللي انت فيها دياتي الآن من وضعك فيها هو إبليس ونفسك والله لا يأتي منه سواء الخير الله عز وجل يحتاج منك بس انك انت تتضرع عليه في بعض الناس حيقولك هو ليه العدد 71 حولك هو العدد لعل ان في مرة من المرات يكون قلبك حاضر فلا تشقى بعد هذا الحضور أبدا والإنسان بيتمنى في كل حالاته ان يكون قلبه حاضر مع الله جل وعلا وبيتمنى أيضا من الله جل وعلا ان ربنا سبحانه وتعالى يهيأ له الأسباب ويفتح ليه البركات وينجيه من كل القربات ومن كل المحن اللي هو بيعاني منها ومن كل الأضرار اللي هو ماشى فيها لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمساء يا موسى سألني منح قدرك الملح اللي بتحطه في القد وهالف دبتك فسأل الله عز وجل كل شيء واعلم انك انت لو تضرحت لله جل وعلا بآياته فأسكى وأطيب ما يعالج به المرء في هذه الحياة الدنيا هو كتاب الله جل وعلا ايه هي الآية؟ دوس لايك وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات عشان عرف انك انت وصلت لحدنا ولوليك مسألة جاوبك عليها صلت على النبي صلى الله عليه وسلم الآية هي أخي الكريم قولي تعالى وَيَّكَدُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِكُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمُعُوا الدِّكْرِ وَيَكُلُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ قرر هذه الآية 71 مرة ترى عجب العجاب الآية دي لها مناسبة عجيبة جدا الكفار أرادوا بكل الطرق والحيل أنهم يتخلصوا من رسولك صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أنهم يتخلصوا من الرسول فما لأوه شغل أنهم يجيبوا واحد عينيه سمى بمعنى أنه ينظر للشيء يكتله بالعين والعياذ بالله فلما جابوا الرجل ده طلعوا فوق جبل ولما طلعوا فوق الجبل قالوا له إحنا عايزينك تنظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم فتنظر إليه بعينك فتقتله فجلهم ماشي ووعدوا بقى بعطايا ومنح وحاجات كتير أوي وفعلا الراجل طلع فوق الجبل ولكن الله عز وجل عصم نبيه فقال الله عز وجل وَإِيَّكَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُوا نَكَ بِأَبْصَارِهِمْ يعني يقتلون بأعينهم عشان كده الإنسان لما يكون شر ويكون فيه سوء ليك ويكون عينه يعني بتبص تلاقي في عينه كده تلاقي مفتوحة كبيرة كده زي الحاجة كده بتطلع شرار بمعنى صح فتستائز بالله من شر هذا الشخص فأنا عايزك أنك أنت تجعل الله جل وعلا بكل ما وتيت من قوة وعايزك أنك أنت تجعل الآية دية قربانا لك عند الله جل وعلا وتتضرع بها لله جل وعلا فأطيب ما يتضرع به الإنسان إلى الله جل وعلا هو كلامه فلما تقرأ الآية دية وانت متيقن أن الله عز وجل سيشفيك ويعافيك وينجيك من كل سوء وينجيك من جميع الأضرار والمساوئ والابتلاءات اللي انت بتمر فيها كن على يقين أن الله عز وجل سينجيك من كل هذه القربات لأن الله عز وجل يقول في كتابي الكريم أمن يجيب المضطرة إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فكل ما قالك أنك أنت حتتوضأ وضوءك للصلاة ثم بعد ذلك لو أنت يا أختي الكريمة في مشاكل بينك وبين زوجك فالنية في كرات الآية أن ربنا يصلح بينك وبين زوجك ويزيل العين والحسد ولو إن المشاكل بتاعتك سببها أن أنت يعني متعطل في الموضوع الخطوبة والارتباط حيكون قراءتك وتوجهك وتضروعك لله جل وعلا أن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك هذه التعطلات ويصرف عنك هذه المساوي ولو أنت كذلك يعني سبحان الله المشكلة في موضوع الحمل فنعيزك أنك أنت تقرأيها بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك المشاكل والقربات والمحن اللي في موضوع الحمل ولو على الأولاد حسد أو عين برضو نقرأها بنفس النية ونتضرع لله جل وعلا هنصل ركعتين لله جل وعلا على وضوء ونكون على وضوء ونتوجه ناحية الجبلة ثم نقرأ هذه الآية نقول وأن يكادوا الذين كفروا ويكون جنبنا كوبات ما ينقرأ فيها ويكادوا الذين كفروا لا يزلقونك باب صريم لما سبعوا الزكر ويقولون أنه لمجنون اللهم صرف عني عين العائنين وحسد الحسدين وسحر الساخرين وحكد الحاقدين يارب العالمين اللهم صلي على محمد وأن يكادوا الذين كفروا لا يزلقونك باب صريم لما سبعوا الزكر ويقولون أنه لمجنون اللهم صرف عني عين العائنين وحسد الحسدين وحكد الحاقدين وسحر الساحرين يارب العالمين اللهم صلي على محمد وبعدما تفترغ من قرأة هذه الآية تنفس في الماء وتمسح منه بس والشكل سبع تيام وربع تبص تلاقي أن العين اللي عندك اختفت نهائيا